هليني بقى اتكلم على بعض النقاط بعض النقاط تتعلق بالفترة الماضية الامور يمكنين حضراتكم بتشوفوا في حالة كده يعني حتى لما بنكسب بيبقى فرح بس مش فرح من الالب قوي بسبب الظروف اللي حصلة عندنا ظروف كانت صعبة معاناة الكابتن الخطيب من بعض الالام وبعاده فترة خارج البلاد وبعدين اهل غزة ربنا يكون فعونهم وبعدين سيادة الوزير العام لفاروق فالاجواء صعبة شوي ولكن البسمة الوحيدة ده من وجهة نظر يعني البسمة الوحيدة اللي بيبقى الواحد يعني بيطلحها لما النادي الاهلي بيكسب فالنادي الاهلي هو بصراحة اللي بيخلينا نفرح سواء بيكسب سواء باداء إنما وجوده مجرد وجود النادي الاهلي في الملعب جميع الفرق الرضي على فكر بيساعدنا لما بيكسب بيساعدنا أكتر هي دي البسمة يعني بالنسبة لي هي دي البسمة الوحيدة لأن الظروف صعبة جدا 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 الفترة دي ربنا عدي على خير يا رب إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر